أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهب النهاردة عندنا حلقة جديدة اسمها المفسرون يكشفون الآيات المخفية أهلاً بيك يا مارينة أهلاً بيك يا فرحة وموضوع حلقة النهاردة موضوع حصير جداً إزاي المفسرين بيكشفوا الآيات المستخبية عن المصر؟ بالظبط وإحنا طبعاً في حاجة حصير جداً إحنا كل حلقة بناخد أمثلة على الموضوع اللي إحنا عايزين نتحدث به وأنا بطالب المسلم أنه هو يحط الأفكار دي والكلمات دهيت والحاجات اللي إحنا جايبينها تحت المجهب ويراجع وراناك كلام بالظبط كده وإحنا طبيعاً نحط كل حاجة على الشاشة مثلاً إحنا عارفين يا مارينة صورة الليل صورة الليل دي بتبتدي بكذا آية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكر والأنسة صح كده؟ دي الآية كده طبعاً عندي سؤال يا مارينة هل الله هو اللي خلق الزكر والأنسة ولا ما خلقش الزكر والأنسة؟ هو اللي خلق الزكر والأنسة حلو خالص طيب لو قلنا وما لو لو المسلم يعني لا يعني الله خلق ده قسم لأن الآية من البداية أو الآيات من البداية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكر والأنسة طب المادي هل هي تعتبر ما للعاقل أو لغير العاقل؟ ما تتقل لغير العاقل وما تعبدون مثلاً من دون الله ما دي لغير العاقل لغير العاقل وما خلق برضو ما النافية ما خلقش يبقى بتحس إنها إيه؟ فيها شئ ما نبص نلاقي وإحنا بنقرأ في التفسير في تفسير الطبري مثلاً نلاقي إيه؟ إن حصل مش كده طبعاً إحنا عارفين كلنا إن عثمان بن عفان هو اللي جمع القرآن الجمع الأكير يعني حرق المصاحف كلها 16 مصحف وعمل قرآن وعارفين كمان يا مارينا إن الرسول قال خضر قرآن من أربعة الأربعة هم مين؟ عبد الله بن مسعود أبي بن كعب معز ابن جبل وسلم مولى أبي حزيف نبص نلاقي في مشكلة حصلة واحد اسمه أبو الدرداء بس خليني أراها الأول وبعدين إيه؟ نفهم إيه الحكاية عن علقمة ده في التفسير إيه؟ الطبري بيقول عن علقمة قال أتينا الشام فدخلت على أبي الدرداء أبي الدرداء ده صحاب فسألني سأل علقمة كيف سامعت ابن مسعود اللي إيه؟ الرسول قال خد القرآن منه يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقف هنا خد إبالك وقف إيه؟ في الحتة دي يبقى أبو الدرداء بيقول لعلقمة يا علقمة أنت سمعت ابن مسعود لأن علقمة ده كان في الكوفة فقال له أنت سمعت ابن مسعود بيقول إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فرد عليه على طول قال والذكر والأنسة قال له إيه؟ إيه؟ والذكر والأنسة قال كفاك كيف إيه عليك كده؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فين وما خلقها طب أني الأوقع يا مرينا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنسة مش وما خلق الزكر والأنسة يبقى عندنا الرجل ده قال الآية زي ما سمعها من رسول الله اللي هو أبو الدرداء وابن مسعود حفظها للتلاميذ بتوعه أو المجموعة بتاعته كده بأنه والذكر والأنسة ما فعلش وما خلق الزكر والأنسة لكن في مشكلة إيه هي المشكلة؟ الناس بيضغطوا عليه إنه يقولها زي إيه؟ القراءة اللي جات في المصحف اللي هو بتاع عثمان ابن عفان اللي هي وما خلق الزكر والأنسة في تفسير الطبر يا مارينة قال لك إيه؟ فما زال هؤلاء حتى كادوا يستضلونني يعني يعني عايزين يضللوه لا قولت زينا هتقول زينا ولا هتقول زينا ولا ولا كده يستضلون بيحرفوا القرآن يعني يعني هم المفروض ياخدوا من فم ابن مسعود الكلام حتى منطقي أنا بس عندي يعني سؤال يا فرحة لما حد يقول لك يا ربنا ما خلقش الزكر والأنسة دا إيه؟ ملحد طبعاً يعني إيه هو ما خلق الزكر والأنسة؟ ما يكونوش مرينة عايزين من تحت البحث عايزين المسلمي الحد لكن خلينا يا مرينة يعني أكمل في التفسير في مشكلة فقال أبو الدرداء شوف الحتة دي والذي لا إله إلا هو كذا أقرأنيها رسول الله فو إلى في يعني من فم الفم يعني ما فيش وصيط أبو الدرداء بيقول أنا وخد من بقه والبقه يعني الموضوع مش ابن مسعود بس دا خدي بالك كلام خطير جداً الحكاية مش من ابن مسعود بس لا دا أبو الدرداء بيقول أنا خدتها من بقه الرسول شخصياً يعني هو قالها فأنا خدتها من بقه مش بلا وسيط يعني فمازال هؤلاء حتى كادوا يردونني عنه يعني أنا يا جماعة أنتم عايزين إيه أنا سمحها من رسول الله ودي تأكد من الراجل اللي اسمه على القمة خدها من مين من صحابي برضو سمحها من رسول الله إنها والذكر والأنسة والعقل بيقول إنها تبقى والذكر والأنسة إذا كان هذا قسم لو سألتي مسلم وقالك يقولك دا قسم طيب تعال نحطه تحت المجهر ونشوف هل دا وما خلق الزكر والأنسة قسم لو قسم يبقى الإله الإسلام ما خلقه الحلق الزكر والأنسة لو قسم لو أنتم مصممين على موقفكم يبقى إله الإسلام صنع شوف كلام خطير جاي ما غير العاقة بالظبط كده دعنا نكتب نشوف مثل كمان في سورة الأعراق 158 بيقول إيه بيقول طبعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت بعدين يقول إيه حتى الخطيرة اللي جاية فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الرسول الأمي اللي بيؤمن بالله وكلماته شوف التفسير يا فرحة بيقول إيه لأن موضوعنا من المفسرين بيتشوفوا الآيات المحقائية طبعا التفسير الطبر بيقول إيه وقوله الذي يؤمن بالله وكلماته يقول آياته وقال آخرون بلعنا بذلك عيسى بن مريم هو هو عيسى بن مريم كلماته ولا كلماته وكلماته فهي نفوت تقول إيه ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أيوه لأن هم عارفين كلماته دي هي معناها عيسى يبا هي كانت كلماته صح وخلينا نشوف كمان عن ابن جوريج في نفس التفسير بيقول إيه قال مجاهد وقوله الذي يؤمن بالله وكلماته قال عيسى بن مريم يعني كم واحد دلوقتي دلوقتي آخرون دي ناس كتيرة آه ده كتير وعن ابن جوريج قال مجاهد يعني مجاهد كمان وعن السدي برضو الذي يؤمن بالله وكلماته هو عيسى بن مريم الله يعني كل الناس كانت عارفة إن الرسول بيؤمن بالله وعيسى ابن مريم وكلمته هم الله وكلمته لأن بيقول لك إيه بقيه تحريف هنا طبعا لأن المسيح عيسى بن مريم هو رسول الله وإيه وكلمته الله لقاها إلى مريم بالضبط يبقى مارينا يبقى اللي كتب الكرآن الاول ده هو اللي محرف يعني هي المفروض تتقال الذي يوم ان بالله وكلمته كلمته مش وكلماته فالمفسرين قال احنا عارفين هو قصده مين هو قصده بكلماته دي هو عيسى يبقى هي كانت يبقى مكتوبة غلط بالزبط كانت طب بص يا مارين خلينا نشوف في نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها انا عايزة اقول انا امنت بالسيد المسيح اقول ايه فدخل النور في قلب نور المسيح تضاءة في قلوبنا حلو كده طيب تعالي نشوف صورة النور الآية 35 الله نوري في سماوات والأرض ماشي ممتاز مثل نوره كمشكة فيها مصباح وينكمل الآية وهنا كلمة المشكة المشكة دي اللي هي التجويف اللي بيبقى في الحيطة اللي بيتحط فيها اللمبة مثلا او بيعان عشان الاضاءة تحصل هل الله نوره كمشكة حنشوف الكلام القطير انا اروح للقرطبي القرطبي قال ايه عن ابن عباس وروية ذلك عن ابن عباس كذلك قال زايد ابن اسلم والحسن انا بجيب الايه على ان الهاء كانت لله وكان ابي ابن كعب اللي قال ايه الرسول خدوا منه القرآن خدوا منه القرآن هو وابن مسعود يقرأنها مثل نوره في قلب المؤمن يقرأناها بيقولوها بيتلوها في قلب المؤمن كمشكة انجل اوقعك التانية طبعا اللي هي مثل نوره في قلب المؤمن كمشكة بالضبط كده لان اصلا بيقولك ليس كمس له شيء الله ما بنشابهوش بحاجة كاسلاميا صح بالضبط كده فالافضل والصح الصح ان ابي بصي اللي اتنين متفقين الرسول التانية ماتوا خلاص انتهت باي باي اللي اتنين التانية سالم ومعاذ كانوا ماتوا اللي هما قالوا الرسول اخدوا القرآن من الاربع ما فضلش الان الاثنين عايشين الان الاثنين اللي عايشين متفقين في القراءة بتاعتهم في المصاحب بتاعتهم بيقولوا مثل نوره في قلب المؤمن كمش كاف يبقى في تحريف مكتوب غلطه دي اياه مخفية وده ضد التنزيح الله نفسه مش هما بيقولوا لا لا يا جماعة انتوا بتمثلوا الله هو انسان لا يا استاذ ده انت بتمثل الله بحاجة تانية او كاتب القرآن مثل الله بحاجة تانية نور الله يعني هو الله نور الله و الله و كمش كاف يعني عامل زي التجويف اللي في جوه لما التجويف اللي موجود اللي متوصل على شجرة والشجرة مش عارفين مش مهم هو تجويف ويا كاد كلام يعني خلينا نشوف كمان مسأل تاني عشان طبعا لو قد بيجري بطرع مش عارفة ليه سورة الاسراء 23 بتفسير كورتوبي الأول هنقرأ بيقول ايه وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هل دلوقتي ربنا لو قضى قضى الله نافذ طبعا وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هل قضى الله نافذ كل ناس بتعبد ربنا طبعا لا لا في ناس مرحيدين كتير وناس بتعبد حاجة تانية غير ربنا وفي أربعة تلف و تلتمية تقريبا ديانة في ناس بتعبد الشيطان أصلا صح فإزاي يقول وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه خلينا نشوف تفسير كورتوبي بيقول ايه طب قبل ما تقولي تفسير كورتوبي عارفة إن الإسلام الوحيد اللي عنده قضاء والقدر قضاء يعني قضاء خلص خلص الموضوع ما فيش إنه حد يرجع يرجع في كلامه دي بس بنقولها على المسلم ما شاء الله ما قدر الله ما شاء أفعل ما شاء أفعل خلص الموضوع وهي معروفة عندهم طيب تفسير كورتوبي بيقول ايه وقدأ أي أمر وأزم وأوجب وقال ابن عباس والحسن وقتاد وليس هذا قضاء حكم بل قضاء أمر وفي مصحف ابن مسعود نفس الحكاية ابن مسعود اللي قده منه القرآن كان مصحف بتاع بيقول إيه ووصى يعني المفروض تكتب ووصى ربك التوصية ووصى ربك ألا تعبده إلا إياه بالوالدين إحسانا لإنه في آية تانية بتقول ووصينا الإنسان بوالدين فهي الأوقع والأصح ووصى فعلا صح إذا كان يدي الوصية للإنسان إنه بالوالدين إيش هيدي الوصية لله بإنك تعبد ما تعبدش حد غير الله تقضي وبعدين يقول لك إيه ووصى وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما وغيرهما حول الله يا ربي وكذلك عنده أباية بن كعب أباية بن كعب كمان قال ابن عباس إنما هو ووصى ربك فالتسقت إحدى الواوين فقرأت وقضى ربك يعني هي واو وواو فالواو دي راحت إيه ملزوقة ملزوقة في الصاد فرحوا شافوها كاف فعاية فمش موهم وطز هنكتبها برضو وواقضة يعني إحنا إحنا عارفين إنه مكتوب غلط وإحنا عنحرف وهنكتب ووصى برغم إن المفسرين بيكشفوا إنه آية مفتودة كتبه وواوه ووصى مش وقضة إحنا عنكتبها وقضة إحنا عنحرف أيوه ده اسمه إدمال بس يا فرحة بيقولك إيه وقالت دحقت تصحفت على قوم ووصى بقضة حين اختلطت الواو بالصاد ووقت كتب المصر عندي حتة كده أنا متخيلة المسلم هيقول إيه المسلم هيقول إيه آه ده قراءة ده قراءة بس في نقطة بقى يا باشر وفي مصحف ابن مصعوب لا مصحف كتير بش أطرق لا لا مكتوب مكتوب إيه مصحف ابن مسعود ده مصحف مش قراءة لا وعلي ما علي كان عنده مصحف ده كانوا كل الناس عندهم لا وعلي إيه ده لو ابن عباس كمان هو ابن عباس ما كانش عنده مصحف كان عنده مصحف هو كمان آه في يعني كانوا أكتر من ستة ستة وعشرين مصحف بيقول حرقهم فدلوقتي يا فرحة اليهود لما كان يجوا يكتبوا يكتبوا يعدوا الحروف صحيح ولم يجي اسم ربنا يكتب يغيروا الريشة ويقوموا يستحنوا ويعدوا الحروف ويعدوا الكلمات ويعني مدققين جدا في الحرف لكن ده يقول لك هو مش مهم إحنا يعني آيوها هنتسقط التسقط هنكتبها برضو إيه وقضى وقضى حتى لو مخالفة للعقل والمخالفة المصحف يعني يتحرفوا الكرآن عيني عيني وعادي مش مكسوفين والمفسرين هم اللي بيعملوا إيه فرحة اللي بيكشفوا بيكشفوا الآيات المخفية صحيح عندك حق لكن بقى عشان الوقت بتاعنا مارينا إحنا هلاجم نعمل ملخص سريع للحلقة ملخص سريع إن المفسرين كانوا يعني بيكشفونا الآيات اللي كانت موجودة ومش يعني زي ووصى ربك دي مفتوى قدر ربك الله نور السماوات والأرض لأ لك لأ الله نور الله زي نور في قلب المؤمن زي كمان اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية مما خلق الزكر والأنسة قال لك لا هي المفتوى خلق الزكر والأنسة طب هل دول بس يا فرحة لأ في حاجات كتير جدا طبعا إحنا مش هنكشف كل حاجة مارينا احنا في حلقات كتير هنكشف لكم فيها حاجات كتير جدا إزاي إن التفاسير وإحنا بنحط التفاسير والخطب يا مسلمين والقرآن تحت إيه يا فرحة تحت المنهر فعلا أعزائي المشاهدين أنا بشكرك مارينا وبشكر أعزائي المشاهدين وأقول لكم حطوا الإسلام تحت المجرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة